بجدة الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد المتميز الأستاذ محمد القوسي هنتكلم أكيد على ملف منتخبنا القومي وتصدر المجموعة إن شاء الله المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون وكمان عن مشوار النادي الأهلي وطبعا على كل الأخبار على الساحة الرياضية دايما بيشرفنا في البيت الكبير أستاذ محمد بنرحب بحضرتك أهلا بيك كابتن هاني تحيات لحضرتك والكل عشاق النادي أهلي في كل مكان مبسوط من ماتش النهاردة المنتخب يعني الحمد لله إن احنا كسبنا أعتقد إن ده كان عربون صلح مع الجماهير إنك تكسب 4-0 وتفنش بهذا الشكل وتاخد 12 نقطة ده الطبيعي على فكرة بتاع منتخب بصد مفروض يعمل كده مفروض يحصل كده مفروض كنا نبقى يعني تفزت بكل الست الجولات اللي انت لابتهم لكن الحمد لله إن النهاية كانت كويسة وكانت سعيدة وكانت جميلة وتصدرت مجموعة تكبتها لكن خلينا لما نجي نتكلم على الماتش ده كابتن هاني نربطه بالماتش اللي قابله يعني أنا أعتبر يعني أنا أعتبر الماتشين دولة باكش ده واحدة مع بعضيهم تمام لأن اللي حصل فيه المكامل لبعضي ماتش كينيا اللي كان اتعادلنا فيه رغم إن احنا ده قدمنا وبكرا وكنا ممكن نعمل مبارات كبيرة جدا ونحنقى الفوز ونعمل أداء كويس والماتش ده اللي احنا قدرنا في أول 25 ديان نجيب أربعة تجوان وكان ممكن نزيد غلت الأهداف بعد كده لكن حصل بعض الأحداث اللي حصل في ماتش كينيا إن احنا كان فيه بعض الأخطاء خلينا كنا نعترف بيها وكان فيه أخطاء من اللعبين كانوا أخطاء من الجهاز الفني ونكون أخطاء في تشكيل قدت إلى فقدنا الاستحواز على وسط الملعب وده ما خلناش موجودين في الملعب في الماتش اللي هناك وظهر في ماتش كينيا كاننا باللعب البرازيل مثلا أو الأجنتين إنهم ضغطينك ومسيطرين ومستحوزين وانت مش مستحوز ده أنا تجيت إنه وسط الملعب ما كانش معاك في الوقت اللي حصل إنه في الماتش ده حصلت تغييرات في الملعب ونزل محمد النني رجع محمد النني للتشكيل كلعب أساسي وقدرت تستحوز على الملعب باستحواز وسط الملعب بوجود عمر السلية بوجود محمد النني وده لعبة بتعرف تجد الاستحواز بدرجة كبيرة جدا يعني متكلم على محمد النني لعب بلعب في الأرسنال دايما بتعمل استحواز عالي مع النادراء اللي بيستهم في النادراء بيعمل استحواز كبير جدا الاتنين ما كنوش موجودين بشكل أساسي في المباراة اللي عدت فاستحوزت وسيطرت فقدرت توصل كرة وتعمل ربط بين الخط الخلف والخط الأمامي وتعمل الكرة الطولية للأطراف والأطراف تحركت بشكل كويس جدا ومحمد شريف النهاردة كمميز جدا أفشا كمتقلق ومبدئ النهاردة حقيقة بالأسيستات اللي عمل لك تلات أسيست في جزء الأمر حاجة عظيمة وحاجة محترمة جدا فده اللي فرق مع منتخب مصر في التشكيل اعتقد الكابتن حسام شاف وادرك واعتقد ان استفادت كتير جدا من التجربتين دولا كمان المباراة النهاردة انت لعبت ونازل علشان عارف ان الناس كلها بتبصلك وجمهور كله منتظر منك حاجة فكله لاب وكله تحرك وكله داس بشكل كبير جدا ودرت تسجل أربع عداف لو كنت تكملت بنفس الشكل وبنفس عداع كنت مو كنت تجي مثلا عقل هدف او هدفين في الشيط الأول لكن طبعا حصلت تغييرات كتيرة جدا والتغييرات مهمة طبعا المدير الفن بيحاول يدي فرص للعب خلاص نتيجة حسمت انت أربع صفر امرهم ما يحصلوك وفي ملعبك فالموقف اتحسم والامور انت غيرت تماما خلاص فقدت اديت فرص لناس تانية طب عايز اخد من كلام حضرتك عملية تفاوت الاداء ما بين وانت بتتكلم على مباراةين في خلال خمس ايام يعني المباراة كينيا مش بعيدة تفاوت في الاداء ما بين اداء سيء جدا رغم ان انت تفوقت في اول دقتين واحرازت هزب لكن باية المباراة كلها في صالح المنتخب الكيني تفاوت الاداء ما بين مباراة كينيا السيئة جدا على مستوى الاداء الفني ما بين هنتكلم بصراحة على الشوت الاول من مباراة جزر الكمر هل دوت يرجع للعيبة نفسها ان اللعيبة يعني بدأت يعني بتطلع بقى غضبها من السوشيال ميديا ان كان فيه كلام على الاداء هل عملية التحضير لمباراة كينيا كانت اقل على المستوى النفسي وعلى مستوى التجهيز النفسي للعيبة ايه بالزبط اللي حصل ما بين اليومين اللي عدوا ان ظهر المنتخب بصورة مخالفة عن مباراة كينيا خلينا اعترف ان التحضير للمطشين كان قلي وكان دوتا المستوى يعني ما كانش فيه معسكر طويل اللي ممكن تكون متجمع تقريباً اللعيبة المحلية متجمعان يوم 19 او يوم 20 والمحترفين نقولك اللي جيهم الحد واللي جيهم الاتنين وسفرت انا بكلم مش عالتحضير البدني او بشكل عام يعني بكلم على تحضير احضير الجهاز للعيبة على الشكل النفسي مباراة ما بقول لك يعني بكلم التحديل لو اتكلمت على التغيير اللي حصل طبعاً يعني ما فيش حصة سحرية بزبط لا ده الكابتو حسام عشان يعمل هزا الفرق في البدوع ده لو بدي انا شيء ما حدث يعني لو شفت ان في ست تغييرات النهار ده حصلوا في الشوت الاول في تشكيل المنتخب الوطن ست تغييرات بست لعيبة ست لعيبة دول عمل فرق في المنتخب الوطن عمل لك فرق كبير جداً عملك فرق في الاطراف اشتغلت بشكل كويس وطلع حياتك ان وسط الملعب اتحرك بشكل كويس بوجود النني والسلية دولة صنعوا لك فرق كبير جداً في الملعب هو اللي خلي شكل منتخب مصري بشكل كده لانه ممكن اتنين تلاتة لعيبة مميزين عندك يصنعوا لك فرق كبير جداً ويحسنوا شكل الفرق وممكن اتنين تلاتة ينزلوا يبوزوا لك الدنيا فده اللي حصل ان دولة انين زي ما طلح حياتك لاعب اصلاً بيتضرب على الاستحواز في فرقته وفرقة بتامي الاستحواز عالي جداً عمرو السرية كذلك الناد الاهلي يعمل الاستحواز كبير جداً فالاتنين عندهم ده والاتنين مختلفين عكس الماتش اللي عده كان ترى الحمد وكان حمد فتح الاتنين قريبين من الشباب هم بعضين يعني مش بيكملوا بعض لا ده هم ممكن يبقوا نفس اللاعبين نفس اللاعب واحد يعني لكن دولة مختلفين وعندهم قدرات بدنية عالية عندهم قدرات دفاعية عندهم يقدر يوصل لك للملعب الآخر شفنا انه طلعوا عمل وقدر يسجل هدف رائع ولا اجمل وفيش اجمل من كده بتزديدة متقاطة تحسن كان عالي جداً حقيقة النهاردة ده اللي صنع الفرق مع انه يدري يوصل لصلاح يدري يوصل شريف طبعا هو اللولة انك عندك وسط كويس هيوصل لقافشة وقافشة يوصل لصلاح او هيوصل لشريف نتكلم على علي جبر مكان حجازي نتكلم على عبدالله جمع مكان احمد المنصور خط النص زي ما انت بتقول الاتنين الارتكاز كان موجود عمر الصلية والنني والنني بدلا من حمد فتح وطريق حامد وحصل تغيير كمان تاني ان محمد شريف لعب بالضبط يا محمد شريف طبعا من اللعبة الميزة جدا ولعبة يعني سهل جدا بيحط لك الهدف من اقصر الطرق لذلك حتى لما جات للكورة اتصرف فيها بشكل رائع مجرد ما افشي حطا هو يعني افشي اداره اللمسة اللمسة التانية جوها الشبكة وحطا بشكل رائع ولما جن خلاص بقى ما قادرش عنده مقاومة وحطا هو هدف ومميز في الجدرية دي الحقيقة وده اللي يصنع الفرق يبقى انت دلوقتي قدرت تعرف مين اللي يقدر يصنع معاك الفرق يعني طبعا معاك كل التقدير لمصطفى محمد مهاجم مميز جدا وهو رائع حقيقة لكن طبعا قدر شريف النهاردة يثبت نفسه ويقدم نفسه بصورة رائع على انه لاعب يعني دولي مميز يقدر يصنع الفرق مع منتخب انا دايما حربت مع حضرتك واخد رأي حضرتك في النقطة دي ما فيه شك ان مصطفى حمد من افضل روس الحرب الموجودين هنتكلم في النقطتين النقطة الاولى ان كمان ظهور محمد صلاح خاصة في الشرط الاول كان اكتر من رائع لمساته كانت جيدة جدا وبدأ محمد صلاح اللي بنشوفه في ليفر بول نشوفه مع المنتخب اللي هو متواجد ده كسترايكر مش كجناح محمد صلاح في ماتش كينيا كان تشعر ان هو يعني عامل متعاقد مع الناحية اللي وقف فيها ما تحركش على الطرف وما دخلش في العمق النهاردة محمد صلاح طول الوقت بيخش ليه بقى ما هو ده السؤال السؤال وجود محمد شريف باسلوب لعب وان محمد شريف احنا عارفين ومتأكدين ان المصطفى محمد مهاجم رائع لكن مهاجم بوكس يعني هو دايما تواجده مقيم في المنطقة نهاردة الطريقة نفسها او وجود محمد شريف ادى ساعدت محمد صلاح لان انسحاب محمد شريف في بعض الوقت فبيدي قصة لمحمد صلاح ان يدخل وبالتالي ادر يخش ويسجل هدفين ولا اجمل ولا اروح الهدف التاني يعني حتى صراح حتى من زاوية من زاوية صعبة جدا لما حتى روق الجنف بساحة دقيقة جدا وحتى من زاوية دقيقة كانت حاجة جميلة وزي ما بقول محمد شريف كمان اعتقد المتش ده كمان اعتقد محمد شريف بيثبت انه راس حربة على مستوى عالي جدا ده صحيح على مستوى التحركات وهذا التحرك الكابتن هو اللي صعف فرق جبير جدا هو اللي عمل الجل بالزبط يعني هذا التحرك طبعا يعني ده هذا التحرك اللي حصل هو اللي ادى فرصة لمحمد صلاح ان يتحرك بالشكل كويس جدا وادى فرصة ان صلاح ان يلعب وادى انا فرصة ان احنا نشوف صراحة بتعليف اربول صحيح حاجة جميلة وحاجة مميزة يعني اكيد طيب كمان على مستوى محمد مجدي افشا محمد مجدي افشا في مباراة كينيا ما كانش في المستوى المطلوب رغم انه هو احرز الهدف لكن باية المباراة ما كانش في المستوى المطلوب لاني كان فيه واجبات اعتقد انها بتبقى صعبة شوية على افشا انه يرجع يبقى تالت في نص الملعب ويغطي على الباكيات النهاردة شوفنا افشا بدنيا نوقف على رجله حتى عملية المساعدة في خط النص كان بيقوم بها في المساحة بالزبط شكل البلعب بيه مع النادر شكل البلعب بيه مع النادر فاصبع عنده حرية حركة ما اصبحش عليه قعباء كتير جدا تحس ان فيه قصة موجودة في الملعب يعني عامل تلاتة اسست حاجة هيلة جدا واخد اعلى اسست في التصفيات جاب مسجل هدفين لعب مميز حتى انت لو لاحظت افشا في التصفيات في دور الابطال في دور المجموعات الجولتين ورا بعد بياخد افضل لعب في كل جولة على مستوى كل المجموعات اللي موجودة فهو الحقيقة لعب متقلق لعب مميز لعب عنده مهارات اذا لما بتحلل فرصة تكون الاجواء كويسة والاجواء مناسبة بيقدر يتحرك وبيقدر يبدأ وبيقدر يساعد فرقته ان هي تكسب ما لم يسجل له هو بيساعد الاخرين ان هم يسجلهم اعتقد ان محمد مجدي افشا بيثبت كل يوم انه لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر وانه يمكن كنا بنتكلم على فترات تواجد عبدالله السعيد اعتقد النهاردة مصر موجودة فيها ما بكلمش بس على النادي الاهل بنتكلم عن ان مصر كمان بيعندها لعيب بقدرات بقدرات عالية جدا ان محمد مجدي افشا اعتقد هذا المركز اللي كان سنوات طويلة كنا بنعتمد فيه على عبدالله السعيد اعتقد بيقدي بأداء اكتر من رائع في هذا المركز يعني الحمد لله بلدنا مصر ولادة ودايما لما عندك لعب نجم سطوري بيختفي بيطلع عن نجوم تانية كتير جدا وده لو بصينا عليها وحسبناها هللاقي ده موجود على مر الاجيال مع منتخب مصر فعبدالله السعيد كان واحد من اللعبين المميزين في هذا المكان وكان يكاد يكون ملوش بديل الحقيقة لكن الحمد لله دلوقتي يبقى فيه بديل قوي ومميز ولاعب تقدر تعتمد عليه في المواجهات القوية خلاص يعني عصر عبدالله السعيد خلاص تقريبا انتهى الرجل قدل عليه وتجاوز بمرحلة سنية وظروف معينة وإصابات لكن خلاص ده مجد أفشي هو الآن هو ملك هذه المنطقة اللي بيقدر يبدع ويمتع فيها ويقدر من خلالها كمان بيخش يسجل بيخش يسام بيخش يصنع لا بيعمل حاجات كترة جدا بيساعدك أنك تعمل استحواج في المنطقة الأمامية بيضغط على المنافس من الضغط المتقدم دي كلها حاجات بيقدر يعملها بشكل جيد كمان دايما بنتكلم أن وسط الملعب هو المحور الأساسي لكل فرقة ولما يكون عندك وسط الملعب تكلمت في نقطة مهمة جدا أن سبب اهتزاز منتقى بمصر في كينيا كان بالأساس وسط الملعب النهاردة عمر السولية كمان أعتقد بيقوم من نجوم المباراة على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي أن ده استمرار لتألق يعني طبعا السولية حاجة لنقطة النيني وعدم اشتراكه في المباراة الأولى النهاردة كمان محمد النيني بيظهر بالمستوى اللي احنا يعني مفرحانين به خاصة النشروط الأولاني إحراز هدف أكثر من رائع على مستوى التمرير على مستوى التمركز ده كمان رجوع النيني لهذا المركز أكيد مكسب لمنتخب مصري طبعا طبعا النيني من العابة المميزة ويمكن في فترات كترة جدا النيني كان بتعرض لهجوم ده فيك على طريقة لعب المدرم قبل ما تكون لطريقة لعب النيني النهاردة لما انت بتلعبه وتدي له الثقة وتدي له الفرصة وتدي له الطريقة اللي تساعده على اللعب بيها زي ما ديت لصلاح النهاردة اعتقد ده بيصب في مصلحة اللعب وبيصب في مصلحة المنتخب لعب قدر يلعب بشكل جيد قدر دور دفاعه بشكل قوي جدا ومنظم قدر دوره جوم بشكل قوي قدر يكون أحد اللعبين اللي يسجلوا هدف المباراة طبعا كلها حاجات جميلة لان النهاردة تحس ان اني كان مختلف وجاي بكده يعني حاجة تفرح الحقيقة يعني حاجة تخليك تفعل ويقول عندنا لعيبة ان شاء الله نقدر نعتمد عليها في المرحلة المقبلة بإذن الله اللي عادي أقول يا كابتر ان المجمل اني مش عايزين برضو الناس تقارن بين مرحلة التصفيات الأفريقية دي وبين ما هو قادم لان لكل مرحلة يعني بيقولك ايه يعني لكل مقال مقامي يعني لكل مرحلة حساباتها ولكل مرحلة دوافعة ولكل مرحلة مدى طلباتها ولكل مباراة اللي عابيتها فاعتقد المرحلة المقبلة مرحلة التصفيات كاس العالم الدين هتكون مختلفة تماما لان انت اذا كنت دخلت احنا من اول ما ندخلنا التصفيات حتى لما تعدلنا مع جزر القمر وكنيا عارفين ان احنا هنتصدد ايو اما تقييمك بقى دايما بكلم في مرحلة مرحلة التصفيات المرحلة التصفيات يعني اتحقق الهدف منها حققنا الهدف باقل جهد ممكن وباقل نتائج ممكن تتغيلها حققنا وانتصرنا واتعادنا الى قمة المجموعة وتأهلنا للمرة الخمسة وعشرين في تاريخنا وهذا ليس انجازا لمنطقة مات هذا امره طبيعي جدا هو يعني انت لو متأهلت الشيء دي تبقى المشكلة لكن لما تتأهل يبقى امر عاد وطبيعي جدا زي انا بتكلم على البريد يعني مثلا التأهل لكاس العالم بالنسبة لنا انجاز لكما تتكلم على دولة زي البرازيل او المانيا التأهل بالنسبة لهم في كاس العالم مش هو الانجاز الانجاز ان هو يفوز بكاس العالم او ينافس بقوة على كاس العالم فانجاز بتاعنا ان احنا ننافس بقوة على كاس الامر الافريقية طبيعي جدا ان احنا دول 24 دولة فطبيعي جدا انه واسع تكون بينهم ولو عشر دول مصر هتكون منهم يعني لو عشر باس سيلعبوا في النهايات المتوقع انك انت توصل بفضل الله الى السيميفاينال على قلق او فين البطولة وتنفس على البطولة وتفوز بها لانك انت اكثر بالفرق على مستوى القرى الافريقية حاملة للقب البطولة فده الطبيعي والله انا نفسي كمان يا استاذ محمد يبقى كمان طموحنا او احلامنا مش بس اللي هي الوصول لكاس العالم يمكن وصلنا في 2018 اعتقد بهذه الاماشة وهذه المجموعة من اللعيبة ما اعتقدش وعايزين حتى على مستوى الاعلام مش عايزين كمان نردد ان حلم الوصول لكاس العالم انا نفسي يعني انا بقى اقولك نفسي ان احنا لا نزرع في لعبتنا ان الوصول لكاس العالم ده ده شيء ده شيء طبيعي بحجم مصر وامكانيات مصر واللعيبة الموجودة لان احنا لما بنصدر كمان اللعيبة ده حلم كبير بتبقى الموضوع بيبقى فيه فيه ضغوطات اكبر لكن لما انت حدث الديوم السوقة لا وجودك في كاس العالم ده شيء طبيعي وده اللي احنا المفروض كاعلام او كحضرتك تناقض رياضي كبير ان احنا نقول كلام ده ونوصل لكلام ده للعيبة ان احنا وصلنا لكاس العالم ان شاء الله من الطبيعي ان احنا نكون موجودين لان احنا عندنا قماشة كبيرة يعني قماشة اكتر من رائعة فعايز اخد وجهة نظرك في الجزئية دي هل بالفضل الكلام حالك طبعا طبيعي ومنطقي وان احنا مفروض نبقى كده ان احنا مفروض من ساعة ما عمل وخمس مقاعد لأفريقيا كان يبقى اننا موقع تثابت الفكرة دي تحصل من امتى لما انت كلك تواجد مستمر في كاس العالم ما هنا لما روح كل بطولة يعني كل سنة بوصل والعب اكيد كل سنة الطموحاتي هتزيد لكن عدم قدرته على الوصول واحنا ليه كان الفرحة طاغية ورهيبة في 2018 لان من تسعين ما وصلنا لان جيل انا ما شفش انا ما شفناش حاجة غير تسعين بتكلموا عن اربعة وتلاتين احنا ما كناش موجودين احنا شفنا تسعين لا شفنا قبل تسعين ولا شفنا بعد تسعين لهذا لما جاء تهادنا لكاس العالم ده كان بالنسبة لنا الفوز بكاس العالم مش الوصول لكاس العالم ايه فحتى لما خسرت ايه الناس هادي انا مش هلال انا احنا وصلنا انا كفاية ان احنا وصلنا طيب لما حاجة اوصل للمرة الجاية ان شاء الله لو وصلت في 22 لا مش هقولك كفاية ان احنا وصلنا انا اتمنى انك انت تطلع عندك تطلع دور ال16 مثلا او تتقيها لدور بعد كده بقى 48 فريد في المراحل المقبلة هتمنى يعني تتخطى الدور الأول اللي انت بتلعب فيه بعد كده تمنى انك تقش بعد كده تمنى انك تقش غانا لما وصلت لدور التمانية ما وصلتوش منفرغ وصلتو من كذا وكذا نيجيريا نفس الحكة هتمنى ان احنا بإذن الله يعني نركز بالأساس لان انا مش هفكر في المنافسة وانا ما بقدرش اوصل لها يا كابتن كل مرة يعني انا بعاني كل مرة والوصول حتى في عز قمة مجدي في كرة القدم في افريقيا وانا سيد افريقيا 2006 وتمانية وعشرة ما وصلتش طبعا ما عارفين الواقع الشهيرة في مقش الجزائر واللي حصل معنا ما قادرناش نوصل يعني ففي عندنا مشكلة احنا عزين نبقى المرحلة زي كاسل الامم الافريقية هل احنا دلوح دي طموحنا احنا بنقول نحنا الحمد لله احنا وصلنا كاسل الامم الافريقية طبعا اللهم عليك الحمد لله والشكر على هذا الوصول بس ده طبيعي يعني لكن ده طبيعي انا دوقتي يعني مثلا منتخب السودان الشقيق والاقل كل التقدير ابتهاك ضخم جدا في سودان بيتأهله وعمل نتائج عظيمة جدا بلان اخوان السودانيين على تأهلهم بعد ما كذبوا جنوب افريقيا ويسببوا كذبوا غانا بالمعاصر سنين ما وصلوش بالزبط يعني فطبعا فيه فرحة كبيرة جدا انه ويوصل اما كنت كمنتخب مثلا لما توصل لا انا ما وصلش انا حتى لو انا غايب حتى لما كنت غايب ثلاث سنين رجاءت اللي بيحت بفينال بعدها في الفين وسبعتاشر فهذا فيه ده ده كاس العالم بنفس الطريقة احنا مش يعني ازاي نطلع اجيال متربية على ان هي توصل لكاس العالم كاس العالم ده بالنسبة لنا لازم خلاص يعني حضروك بتتكلم ان شاء الله باذن الله وصلنا لكاس العالم اللي جاية في عشرين اتنين وعشرين يبقى انت وصلت تمنتاشر وصلت اتنين وعشرين يبقى بداية من هنا تبدأ بقى تقول ان لأ مش حلم الوصول لكاس العالم لأ هو تحقيق الوصول لكاس العالم وتبدأ تفكر هنعمل ليه في كاس العالم يعني لو وصلنا كاس العالم لأ احنا التراجب بتاعنا نوصل للدور الستاشر لنكون احسن من ثمان فرقة في العالم ده ده طموح مشروع طموح مشروع وهذا الحلم ان انت سابت في كاس العالم وبعندك طموح كبير جدا وتترقى في هذا الطموح وتعلم من هذا الطموح انك كنت يكون عندك يعني منظومة قادة طبعا المنظومة نكحة في كرة القدم ومنظومة نكحة في كرة القدم باتحاد كرة بيخطط لسنوات هذا التخبط اللي احنا عايشين فيه بدوري قوي كمان بدوريات ناشئين قوية ببحث عن المواهب باتحاد الفرص للمواهب من كل مكان ده هو الطريق الوطاع باتحاد الفرصة للاحتراف برا بشكل كبير جدا لان ده برضو كله هيدعمك ويصبح في مصلحتك وهيكون ده السند الوحيد لي انك تبقى شغال صح وعندك قاعدة صح مهما كان فوق وهتزيته وجهت عواصف مش هتقدر تهزك لكن انت لو ما عندكش قاعدة كويسة ممكن يطلع جيل يعمل انجاز ويحقق حاجات كويسة وتختفي القصة وتنتهي بالنسبة لك لذلك احنا محتاجين اتحاد كرة يضع تخطيط طويل الاجل يخلي الكرة المطرية دايما تبقى موجودة ليه على السهل العالمي صحيح حضرك بتكلم في نقطة مهمة جدا ان نكون عندك قاعدة وفي سؤال لحضرتك حضرتك تجاوب عليه بعض الفاصل احنا حاليا في الوقت الحالي عندنا قاعدة واسعة جدا من خلال وجود لعيبة مميزة في المنتخب الولمبي مع الكابتن شوقي غريب بوجود لعيبة مميزة جدا مع الكابتن حسام البدري في الفريق الاول ازاي بهؤلاء اللاعبين بهذه الاماشة الكبيرة على مستوى المنتخب الولمبي وعلى مستوى المنتخب الاول نكون ان شاء الله قدرين لصنع مستقبل كبير جدا خلال العشر سنين الجايين بعد الفاصل بجد الترحيب بحضراتك في النهاردة في البيت الكبير لأستاذ محمد القوسي أستاذ محمد قبل ما نخش في اللونج بلان وان احنا عندنا قاعدة كبيرة جدا وان شاء الله يكون الوصول لكاس العالم مش حلم ولكن يكون هو الطبيعي المنتخب مصر وبنبدأ نحلم ان احنا نعمل ايه في كاس العالم عايز ااخد حضرتك الجزئية كانت النهاردة مهمة جدا يمكن قفلت الجدل على موضوع شارة كابتن المنتخب النهاردة طبعا بعد تغيير عمر السلية راح سلم الشارة لمحمد صلاح خلاص حضرتك شايف ان الموضوع ده تقفل وهل كان من من الزكاء انه يتفتح في اول يعني اول فترة تولى فيها الكابتن حسام البدري موضوع الشارة عايز اخذ رأي حضرتك في موضوع شارة كابتنة بالنسبة لمنتخب مصر بس طبعا كابتن شارة كابتنة بالنسبة لأقدامية وهو لا خلاف على كده لكن ماذا لو كانت الاقدامية اتت بشخص قديم لكن لا يملك شخصية القيادة ولا يملك شخصية الادارة ولا يملك حب بزملاء والأحب هل هذا يصبح كابتنة للفريق اعتقد انه ده امور صعبة يعني انا معادة اتع كلامك انا يعني اتهجمت كتير جدا جدا في فترة كنت بقول يمكن كان احمد المحمدي كان كابتن الفرقة وكنت بقول احمد المحمدي لعيب كبير جدا من افضل لعيبة اللي يمكن في تاريخ الاحتراف قد فترات طويلة في الجلترة لكن على مستوى القيادة على مستوى كابتن الفرقة ممكن يكون في المرحلة دي ما كانش هو المناسب اللي مرحلة طبعا اجيري فكان فيه كمان هجوم علي ازاي تقول كده حضراج بتتكلم في نقطة مهمة انه هو عامل الشخصية وعامل الافادة بالضبط يعني الاقدامية ترتبط بكفاءة عالية جدا تمام الموضوع اللي فتح الموضوع ده عندنا نجم عالمي سوبر زي محمد صلاح هل محمد صلاح هو يبقى كابتن ولا نمشي برضو بالنظام الاقدامية يعني انا شاف ان طبعا اللي حصل النهاردة ان السولية كان الكابتن فراح هيدي الاشارة لانني انني الشارع اللي بتوجي لمحمد صلاح وهو ده الطبيعي هو تنازل اللاعب لزمينه عن هزين الشارع لانه شايف ان محمد صلاح على فكرة مش شايف او انه شوف ان ده اللي يستحق ان الشارع يكتب محمد صلاح واحد من ابرز نجوم كرة القدم في العالم واحد ويفعل منصه جمب ميسي ورونالدو في افضل ثلاث لعب في العالم من افضل لعبين في اوروبا هدف الدوري انجليزي ثلاث سنين محمد صلاح ايقونة في كرة القدم العالمية يعني بهذا الحجم وهذه القيمة احنا بتكلم على الحق ولا بتكلم على العابة في الاهل ولا بعابة في الزمين اللي كلها بتكلم من يستحق شايفة القدمة ومحمد صلاح بلا تفكير وانا مش احمل لكابت حسين بدري كان عنده حق في بعض الوقت لما فتح الموضوع ده وكان عنده اتجاه الديان صلاح لكن حصلت بعض المشكلة هذه المشكلة بحسألك فيها هل ده دور هل ده دور يقوم به المدير الفني يعني المدير الفني يقول لك خلاص انا حدي الشارع لمحمد صلاح وانتهى الموضوع ولا ده دور لعبين اللعيبة تقعد مع بعض واللي هي اللي تقرر هل يعود مع بعض يقوله خلاص احنا قررنا كابتين فرح حضرتك عارف ان يبقي حجازي وفي عمر الصلية وفي النني وبعدين ييجي محمد صلاح هل اللعيبة من نفسها هي اللي تقرر ويبقى الموضوع رايح لمحمد صلاح ولا ده قرار مدير فني هو اللي بيقول لا شرط الكابتنة لمحمد صلاح حفاظا على وحدة الفريق وحفاظا على تماسكه وحفاظا على الروح الحلوة بين اللعيبة وحفاظا على ان قلوبنا كلها تبقى صافية مع بعضينا ان الفرقة او اللعيبة هم اللي يبدروا باعطاء الشرع لمحمد صلاح يعني المجموعة اللي موجودة الادمية وخصوصا الادمات مش كتيرة اه بزبط يعني انا ممكن تياه واحد ادم مباراة واحد نزل الشوت الاول واحد نزل الشوت التاري يعني مش فيه واحد مثلا بلا عشر سنين واحد دلوقتي فيبقى فيها شوية غضادة في النفط لكن احنا كلنا مع بعض في عربية واحدة بس واحد نزل ابلها بالتلات سواني فدي الفكرة اللي موجودة انا كنت انتظر ان لعبة منتخب مصر واتمنى ان ده يعملوه بروحهم الحلوة بروحهم الجميلة ان محمد صلاح ما ينفعش ان محمد صلاح بقى موجود في منتخب مصر ومش هو الكابتن انا دي وجهة نظر قد تكون غلط خطوص صح لكن ده انا اللي عنده قناعة به على اللعيبة ان تبذل بده وعلى اللعيبة انها تساعد المدير الفني ان يعمل ده وترفع امرها وترفع تقريرها للمدير الفني احنا عايزين محمد صلاح يبقى الكابتن حلو كمان جوه اللعيبة خلي بالك وارد جدا انا معاك لان احنا انا ليه تجربة كمان في ألمانيا في كازازلاوتن كان التجربة المدير الفني بيقول انتوا فرقة حددوا من الكابتن الفرقة اللي بيحصل ان احنا بنوعود كلنا وبنعمل فوتنج والفوتنج ده مش بالاصوات ان انا اقول مثلا انا عايزي استاذ محمد والتاني يقول لا انا عايزي كابتن محمد صلاح او او لا ده بيبقى كلنا موجودين وبنكتب ورقة كل واحد انا شايف ان محمد صلاح كابتن فرق والكل ده بيتجمع وفي الاخر الاغلبية لان برضو خلال الاعدل الكلام الكلام ما بين يعني محمد صلاح او حجازي او او ممكن يكون فيها حسنية فممكن الفوتنج ده يتعمل وخلاص يقرر من الموجود هل بالاعدلية هل هو حجازي اللي شايف بالاعدلية يقول احمد حجازي اللي شايف ان محمد صلاح هو يكون كابتن فرق حيكتب محمد صلاح فالامور ده انا يعني عشت الفترة ده وبالتالي بتخرج شوية المدير الفني من هزي يعني الحساسية وخاصة هنا في مصر تبقى من اللعيبة وتكون من اللعيبة واللعيبة بين نفسها وبين بعض ما تعرفش ده قال محمد صلاح او ده قال حجازي فتبقى فيه عملية الفوتنج موجودة هل ده ممكن يتطبق خلال الفترة اللي جاية يتعمل او انت شايف انه لازم يتعمل ده لازم يتعمل ده لازم يتعمل يا كابتن لا بديل عن محمد صاحب يا كابتن مات يعني اذا كان شرف لأي لعب انه يرتدي اتشيرت بلاده ممكن شفنا كريستان أورالدو بعد ماتشو مع اسربيا اللي انتهى اتنين اتنين وحتى نسجل هدف في الوقت الضيئة وكل اتقاطت مشكلة كلنا عارفنا طالع بعد الماتشو قال انا اعظم حاجة في حياتي واعظم فقر في حياتي وانا برتديل شيرت البرتغيات ده اعظم لحظات لا ريال مادريد ولا مان يونايتد ولا اليوفي ولا كل الفرق اللي لعب لها في حياته كذلك انا اعتقد ان ده موجود عند محمد صلاح موجود عند تريزيجي والنني والسلية والحجازي والناس كلها اتمنى ان ما فعله النني اليوم يفعله السلية ويفعله احمد حجازي لرفع الحرج عن الجهاز الفني وعن اللعيبة لان محمد صلاح الحقيقة يعني انا مش اقول لك ان شرب نينا لا يعني شي تكبر كابتن منتخب مصر طبعا لما هو يبقى يعني ان لو ان شاء الله في كسل على محمد صلاح هو القائد طبعا ده شيء تبقى شيء عظيم جدا من تبالي كابتن مهم جدا ان محمد صاحب هو كابتن منتخب بلادي وافخر بداع والارجنتيني اديتها الميسي وهو ليس الاقدم والبرتغال اديتها الورداند وهو ليس الاقدم وكثير من دول العالم اعطتها اللعب اللي هو الاكثر مفيش مشكلة بس اكيد ده كان بموافقة وبرضى اللعب مرادونا برضو نفس حكاية يعني خد هذا الكلام فمفيش مشكلة خالص ان احنا محمد صاحب معنا مش هتكرر بنتبالنا تاني يعني ان شاء الله يتكرر اتمنى ان يتكرر بس لسه محتاجين امتى نوصل للمرحلة دي يا جماعة احنا احنا في مئة سنة كورة مئة سنة كورة واخلال العام المقبل او العامة نحتفل بمئة سنة كورة لم يظهر عندنا لعب اللي هو واحد محمد طلاع واصل العالمي في لعبة كتير احترفت وكان لها تجارب وكان لها تجارب وما يظهر مثل مرة لكن محمد صلاح محمد صلاح في حتة تانية خالص فاضح تاني خالص في منطقة تانية خالص اتمنى انكم انتم يعني ما تحرموناش احنا من الاستمتاع بان يبقى كبتل منطقة بمصر ان شاء الله نيجي للسؤال اللي كان قبل الفاصل حضاركة بتتكلم على نقطة مهمة جدا انه يكون عندك عندك القعدة وعندك الاساس ان انت تبني مستقبل لمدة عشر سنين مش لمدة تلات اربع سنين احنا في الوقت دوت حضارك شايف بالمنتخب الالومبي وعناصره الوعدة جدا جدا مع منتخبنا الاول بعناصر مميزة على مستوى المحترفين وعلى مستوى اللاعبين المحترفين داخل مصر هل احنا فعلا عندنا القعدة الكبيرة دا ان احنا نقدر نقول ان مستقبل المنتخب المصري مش السنادي او الوصول لكاس العالم لا احنا بنتكلم كمان كمان عشرين ستة وعشرين يعني بنتكلم كمان على فترة طويلة شوية هل عندنا هذه القعدة وايه اللي يتعامل وايه اللي يتعامل من خلال اتحاد القورة وايه اللي يتعامل من خلال المدربين وايه اللي يتعامل من خلال الاعلام عشان ان شاء الله يكون عندنا استمرارية المنتخب مصر قوي نقدر نقول خلال ال 15 سنة اللي جاي بو صحيح بالفضل الله كابتن عندنا مواهب المواهب دي موجودة في الكرة المصرية ودي بتظهر يعني لا بتظهر بتطلع لوحدها كده تعرف زي ما يكون جبل دهب كده وتلاقي تيجي رياح فتطيرت رب من عليه فلاقي بيظر لوحده مش محتاجة التنقيب يباك لو انت نقبت على هذه المواهب واشتغلت عليها بشكل مرزم وجبت شركات تنقيب مميزة ومتخصصة ومواهلة وبكفاءة عليها ونقبت عن هذا الزهب اللي هو مواهب كرة القدم اللي موجودة عنك اعتقد ان ده هيحقق نجاحات كبيرة جدا اذا عملت ده بشكل قوي شكل مميز مع اتحاد الكرة بمدربين على مستوى عالي ومؤهلين بشكل جيد واخدين شهادات تدريبية صحيحة وسليمة دون ريش او تلفيق او فساد او تدوير او مجاملات اعتقد ان المدربين دولا يقدروا يطلعوا العيبة ان تطاع الفرصة للمواهب انها تاخد طريقة في الاندية الكبيرة برضو بدون مجاملات وبدون تدخلات ونوصات في قطاعات الناشئين ان اختبارات قطاعات الناشئين تتم بطريقة يعني تفرز المواهب الطريقة اللي بتتم باقتبارات قطاع الناشئين يا كابتن ازاي انت ميت واحد قدامك في خمس دقايق ولا عشر دقايق بتديله فرصة ده عملية كارسية ده عملية تدمر ده حتى لو وجايلك ما هو بها تدمر نفسيا يعني حاجات كترة جدا تحتاج كلام كتير جدا يطول شرح يعني خلينا نتكلم اللي نتكلم في جزليات المنتخب الولومبي اللي هو الموجود عند القاعدة اللي موجود episode بالزبっ 102 عندي مجموعة من الكفاءات الكروية ومجموعة من اللعبين المميزين الموهبين في كل المراكز موجودين في المنتخب الولومبي اللي هيكونون نواة اساسية للمنتخب الاول في 26 ان شاء الله لما هيكون واللي ان شاء الله هيقدموا مستويات رائعة باذن الله ربنا وفاقهم يكونوا مميزين في دورة الألعاب الأولمبية دولة حيكون موجودين دولة بعد انتهى دورة الألعاب الأولمبية هتاخد منهم عايد كبير جدا هيبقوا هما يعني ممكن يطلع منها 25 لعب يبقوا الأساسيين في منتخب مصر مجموعة أساسية ده يبقى عندك أكتر من لعب وأكتر من مركز بنفس المستوى فأنا عندي ده بس علي المهم أنا عندي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمنتخبات المصرية اللي هي دولة المنتخب الأول إن مجرد انتهى مهم ده فركش أول منتخب الأولمبي خلاص لإن هو هيبقى منتخب أول إن حاجة تتكلم على المنتخبات ما قبل المنتخب الأولمبي عندك منتخب ناشئين ومنتخب شباب بالظبط هي دي الجزء يعني فيه منتخبات كده وفيه لعب بتعود تعدوا دولية لمدة عشر لمدة مثلا أربع خمس ست سنين مو لسه كابتن ربيع عسين أعد ثلاث سنين مع منتخب الشباب فيه المنتخب وطبعا للظروف اللي احنا شبناها والغاء والفرونا ضاع المنتخب ضاع الجلد دوت بشكل غريب لكن المؤكد إن الجلد فيه مواهب أكيد مليون في المية من اللي هيرعاها ومن اللي شافها من اللي يتبنيها من اللي هيفضل يمسك يحافظ عليهم في دول كده غيرت ما يطلعهم يعني كابتن يا ربيع سكة بيقولك دولها ممكن يقول المنتخب الأولمبي القادم اللواء خلف المنتخب دي هو طبعا أكيد بس في النقطة دي أنا برضو كلية تجربة في ألمانيا خلي بالك ساعات ألمانيا ما بتعملش منتخب أولمبي ساعات بتعمل منتخب المنتخب التاني وبيشارك في بطولات هي ألمانيا اللي بتحددها بمعنى إن ما بيخشش تصفيات الأولمبياد بمعنى أصح لكن بيختار وقت معاين عنده مجموعة مميزة جدا يبدأ بيسلمهم لمدرب متخصص في هذا السن يعني بشغال الروبش ده لعيب كبير جدا طبعا متخصص في المرحلة السنية من 18 ل 20 سنة طبعا بيدي له هذا المنتخب بيقول له أنا مش هشارك في تصفيات الأولمبياد أنا عايزك تعملي بفترة تخطيطية على مستوى عالي جدا إن هذا المنتخب يكون هو نواة المنتخب الأول الكلام ده حصل مع ألمانيا في فترة اللي فاتت إن هذا المنتخب هو حصل على كاس العالم للقارات تتكلم على بطولة كبيرة جدا نتيجة إنه قاعد سنتين يهيئ حتى بدون مسابقة دولية بيعملهم تخطيط على مستوى المتشاط الودية على مستوى التخطيط على مستوى فني طبعا بيتابعوهم فأندياتهم بشكل كبير جدا فبالتالي ده مش موجود للأسف عندنا عندنا والله منتخب الشباب آه صعد لكاس العالم حيكمل لا خسر في التصفيات لا يبقى كله بح ما فيش حد بالرغم إنه يكون عندك مواهب كبيرة جدا جدا وبتروح منك تماما كنتشوف أنت حدا يعني وسط الكلام ده قلت جملة مهمة جدا هي مربط فاس عندها في مصر المدرب اللي مختارينه اللي متخصص في الفترة من 18 ل 20 سنة هذا المدرب عارف بقاله 15 سنة بقاله 15 سنة عارف بقى يعني ده عارف ومتخصص وفاهم فبيقدر يشتغل لك احنا ما عندناش الكلام ده عندنا ممكن أي مدرب ييجي مجموعة من التربطات اللي موجودين ويمسك في تعاد الكور ورد جدا هي وممكن واحد مالوش خبرات يمسك ممكن واحد مالوش نتاج ويمسك عادي جدا ما فيش مشكلة خالص ده بيعمل كوارث طبعا كترة جدا فعشان ننجح لازم يكون عندنا ده الصح شغل صح بتخطط شوف هو ما يفهم مش الأولمبيين مع أن المنتخب الألماني لو دخل للعاب الألمبيين يأخذ ماداليا مش تريع لكن هو ما يهم مش ماداليا في الألعاب الألمبيين لكن هو بيخطط لكاس العالم بخطط لما لذلك ألمانيا في كل كاس العالم أهل حاجة لها فيها يعني الساعة ما طلعهم من دور 16 ألمانيا تقلبت والدنيا بتاعه جدا بيلعبوا فينا ممكن يفوزوا أو ممكن يفوزوش لكن في النهاية من ضمن الأربعة الكبار اللي موجودين على مطاوة العالم ما فيش مشكلة فهدي الناس اللي بتخطط تمنى التحدي الكرة يشتغل بهذا الشكل منتخب اللهم بيبعد إن شاء الله ربنا أو بإذن الله يحقق طموحاتنا إن شاء الله إدر يحقق ماداليا فده يبقى شيء عظيم جدا لا قدر إلينا وحققش برضو عندنا مجموعة من المواهب اللي نقدر نستفيد بيها لابد من الحفاظ عليهم أعتقد أن الكابتان حسان بدري شايفهم كويس جدا ومخاط منهم منهم مجموعة موجودة دلوقتي ومنهم مجموعة برضو لسه مش موجودة ده حقيقة مجموعة يعني ما تقلش عن المستوى المنتخب الأول ولو كلمنا على الأسماء النهاردة كان أحمد ياسر ريان هو أصلا منتخب اللومبي مصطفى محمد منتخب اللومبي بتتكلم أسماء كبيرة قوي يعني 23 سنة أحمد ياسر ريان 23 سنة عمار حمدي أكرم توفي أحمد فتوح أنت منتخيل أكرم توفي الوتد في وصفنا لعب ده منتخب اللومبي أكرم توفي لا أناس كتيرة جدا يا خبار ربي لا أناس كتيرة جدا يعني تبتتكلم فيه 32 لعب مع كابتان شوي كل واحد فيهم لوحده حياته آلاف كرة القدم صحيح صحيح طبعا زي ما حضرت بتقول هذا الجيل من منتخب اللومبي أعتقد إن شاء الله تصعيد بشكل كبير عدد كبير منه هيدي كمان مساحة للكابتان حسام البدري إن شاء الله يكون وصلنا كاس عالم إنك عندك وده هرجع لك في سؤال إن خلاص إحنا يمكن من فترات قريبة كان عندنا مشكلة في رأس الحرب لمنتخب مصر يعني على منتخب حتى أجيري كنا بنتكلم على مشكلة يا كابتان عدنا سبعة سنين صحيح سبعة سنين من منتخب مصر ما فيش ندور على رأس حربة دلوقتي ما شاء الله يعني الدنيا فاتحة عندك مصطفى محمد عندك أحمد ياسر ريان عندك حسام حسن فيه مرأين واحدة الوحيدة اللي كنت شغال عليه وخارج المنطقة الدولاياتي لا يعني عندك مجموعة من المهاجمين المهاجمين الدوري برضو فيه مجموعة برضو من المهاجمين اللي هما حتى لو تعتورهم صف تاني أو موجودين أظهروا كفاءات عالية جدا وأظهروا مهارات عالية جدا موجودين المفروض برضو كمان يا كابتن اتحاد الكورة يشتغل على نقاط الضعف اللي عندك ربا عليكم لسا هسألك انت شايف مين المراكز اللي ممكن تقول احنا خلاص انا منذ وجهة نظر متطمنين على مركز درس الحرب في منتخب مصر عندنا ناس كتيرة جدا على مستوى الأجناب عندنا ما شاء الله برضو ناس كويسة الأجناب الأمامية الأمامية اي عندنا مشكلة في الأطراف ربا عليك بروا عليك الطرف الأيمن والطرف العاية باك يمين وباك شما دي عندك مشكلة فيها دي شور عندك مشكلة عندك مشكلة في قلب الدفاع برضو ماحتاجيش عندنا برضو وفرة في قلب الدفاع لكن الحمد لله عندنا مشكلة يعني من الديفندرات من الديفندرات الحمد لله عندنا ما عنداش مشكلة بزط فانت الآن عندك مشكلة الحرس المرمى الحمد لله عندك الشناو وبعده جنش وبعده مجموعة فيه مجموعة كبيرة مرت على أنه عندنا حراس أكفاء على أعلى مستوى يقدروا يأمنوا مرمى الأندية بتاعتهم في البطولات القرية ومرمى المنتخبات الوطنية وده بيفيد النادي وبيفيد المنتخبات إذن إحنا عندنا الاربعة الرباع اللي هو في المنطقة الخلفية ده هو اللي محتاج التحاد الكرة يشتغل عليه بشكل كويس جدا وده المفروض في عندك لجنة فنية في التحاد الكرة بترصده بتحلل وده كله بأرقام وراء وقلم وتشوف ايه المشكلة اللي في الموضوع ده اللي ما عندناش المعقولة قطعات الناشئين كلها اللي في كل الأندية دي ما بتطلعش لعبة بهذا الشكل يعني يعني الواحد بيندهش حقيقة كابتن يعني مفروض يبقى عندك فريق الفريق اللي هو عشرين سنة وتسعتاشر سنة وتمنتاشر سنة وخمتاشر سنة وسلتاشر سنة كل دي يعني مفروض من سمعتاشر سنة ممكن يلعب فريق أول اعتقد يعني لو عندك اللعب مميز في واحد في من من يونايتد عنده سبعتاشر سنة ولعب مع سبعتاشر سنة ده شاب في توا شاب في قمة الحيوية بتاعته يقدر يلعب سبعتاشر وتمنتاشر سنة يلعب فريق أول لو انت عندك في كل القطعات دي في كل الأندية اننا ما بقى عنديش عندي قطعة غيار على أعلى مستوى بقى مجهز دولة وموجودين عندي المفروض الاتحاد الكرة يشتغل على هذه الأشياء بشكل قوي جدا وانت حددك ان لازم يكون عندنا دورات قوية او مسابقات اقصد لقطاعات الناشئين في المراحل السنية المختلفة دور مين دور اتحاد الكرة طبعا دور اتحاد الكرة بشكل بي مسابقات الناشئين دي هو اتحاد الكرة للنظمة والأندية طبعا هتشتغل طول ما نملاقي مسابقات هتشتغل عليها يعني فمهم جدا اننا هنشتغل على الحاجات دي عشان يبقى عندنا لعيبة وميزة في كل الأماكن مش معقولة يبقى عندنا مركز واحنا شايفينه ونقعد نعاني منه ونقعد نعاني منه لسنين طويلة يعني يعني فهو نتحرك بسرعة واقول لي مثلا ان خلاص خلال سنتين ثلاثة انا هكون حلت لك المشكلة وبيكون خلال السنتين ثلاثة فيه ناس شغال تحت في المنطقة دي انا كان معايا يعني شخصية مميزة جدا اسلام شاهين انت كان معايا عاش تجربة كبيرة جدا في المانيا وعاش في اسبانيا قال لما بيحبوا عندهم مشكلة في بوزيشن معين بيبدأ الاتحاد الكرة يبص على الاندية ويبص على قطاعات الناشئين في الاكاديميات ويبدأ الناس تبعاد له تقارير احنا عندنا مشكلة مثلا في الباك المين لا واع الله احنا في شتوتجر عندنا فيليب لام فيليب لام ده كان ولد عنده لسه 17 سنة بدأ يشتغل عليه وبدأ يدخله المنتخب وبدأ المنتخب لما جاء قال لك يا عم انت هتلعب فيليب لام ده محدش عارفه ده بيلعب في شتوتجر هتلعبه مباراة رسمية هتلعبه كاس عالم دي خطة حتى حيديله الخبرات ولازم يشوف ده فيليب لام بقى من اعظم لعبة العالم في مركز الباك المين وباك الشمال فعايزين كمان حتة الخوف شوية من انك تاخد رزق لا اشتغل بشكل منظم وبشكل علمي اشوف البوزيشن اللي انت محتاجه من خلال الاندية من خلال الاكاديميات اتحاد القرى فعندك مشكلة الوقت يا عندي مشكلة في الاطراف عندي 18 نادي عندي كل نادي على القل فيه اتنين بتكلم في رقم بتكلم في حوالي من 35 إلى 40 واحد بيلعبه في الاطراف دي فين هما يا جماعة معقولة ما بيلعبوش لعبو كرة مؤكد ان فيهم حد كويس صحيح مؤكد ان فيهم عندي قلب الدفاع يعني كل نادي فيه مشكلة من 4-5 بتكلم برضو في رقم كبير جدا مشكلة من 50 لعب في الحتة دي فين هما معقولة ما عنديش حد بيلعب في الحتة دي بشكل كويس لا المؤكد ان فيه ومؤكد ان فيه لعيبة كويسة ومييرة بس عايز عين خبيرة تكشفها وتجبر العين الخبيرة دي لازم تيجي يا سيد محمد برضو عشان حقق في المحاضراتك الملف ده نتكلم على النادي الاهلي ان دوت كمان انت بعد اللعيب ما بيوصل 26-25 سنة بتبقى الامور بالنسبة له السقف وقف ما فيش ما بيقدرش يطور نفسه احنا بنتكلم لما انت عندك position ناقص تبدأ من الولد اللي عندهم 16-17 سنة تبدأ تحط عينك عليه من خلال سنتين ثلاثة يبقى عندك بقى نتمنى ان يحدث استقرار في منظومة ادارة كرة القدم في مصر ويشتغلوا على كده ويكون عندهم خطط طويلة الاجل مش خطط مقطعة وخطط قصيرة وكل ما يجي واحد ينسى في ما قبله وهكذا يعني طيب نخش في ملف النادي الاهلي بيستعد المباراة اعتقد ان شاء الله باعستنا او فريق النادي الاهلي يوم الاربع ان شاء الله العصر هيسافر على الخرطول المباراة مهمة مباراة المريخ شايف المباراة دي ازاي وايه المطلوب من لعبة النادي الاهلي ومن مسماني ان شاء الله المباراة دي تخرج ان شاء الله بنتيجة كويسة ان شاء الله باذن الله وباداء يليق باسم النادي الاهلي انت هتدخل مباراة هي في غاية الهمية بالنسبة لك وفي نفس الوقت لا تمثل اي اهمية بالنسبة للمنافس وهنا خطورة انت بتلعب حد لا يبكي على الشيء يعني مالوش اي ما فيش حاجة يخاف عليها فمعندوش مشكلة خالص في المضوع فم يلعبش تحت ضغطه وليلعب تتوتر بالعكد يعني انت اللي محتاج الفوز هو مش محتاج مش يفرق مع المريك خلاص الامور انتهت وتحسمت بالنسبة له ومش هيتاهل والقضية قصت بالنسبة له لكن في نهاية هلعب مباراة للشهرة ده من النادي الاهلي مباراة ايان كان لدرجة انه هو طلب جماهير وحددخله جماهير في المباراة مع ان المباراة مش مهمة على اطلاق بالنسبة له لكن المباراة مهمة بالنسبة لنادي الاهلي وعلى النادي الاهلي نلعبها بطريقته وبشكله ويفرض اسلوبه عليها عشان يقدر يحاق الهدف اللي مطلوب منها مطلوب ثلاث نقاط من هذه المباراة علشان تقدر لما توصل الماتش الأخير عندك سمي فقايرة تقدر تلعب بقى على المركز الأول وانت مستريح يعني اعتقد ان اللعبة الاهلي مطلوب منها التركيز مطلوب منها زي اللي حصل في ماتش فيتا في ماتش بالنسبة لك يعني ماتش ده لازم ارجع منه بالثلاث نقاط اه يعني ماتش ارجع منه بالثلاث نقاط ارجع منه بالثلاث نقاط ان شاء الله عليهم ان نركزه بشكل كبير جدا اعتقد ان المسلمان يمركز وقاري بفرقة المريخ بشكل كويس جدا يمكن طبعا بدأوا تدريبات من فترة بعد الراحل اللي حصل عليها الحمد لله الامر بتتحسن والد تلمان بيرجع بعد اللعبة بترجع بشكل جيد الحمد لله اللعبة المنتخب يعني مش هنقول اكيد هيبقى فيه تدريبات استشفائية كاملة طبعا يعني عندك تدريبات استشفائية بالنسبة لها يعني كل اللعبة المنتخب يروح يعملوا ياخدوا راحة بسيطة جدا انت ده ماكش عصلا غير الثلاث هسافلوا الاربع الثلاث هسافلوا الاربع المباراة يوم السابت يعني فطبعا بتلعب في كم بطولات قد ايه وتطلع من افريقيا على المنتخب من المنتخب على افريقيا لكن ان شاء الله دي لعبة هو دايما قدر لعبة ندي اله اللعبة تلعب تحت ضغوط لعبة تلعب على بطولات بازن الله يكونوا موفقين في هذه المباراة ويحاول هدف يعني وهذا ليس ببعيد عليه ان شاء الله بازن الله النادي الاهلي يوفق قلت التوفيق طبعا لفرقتنا النادي الاهلي في المباراة انا في اعتقاد ان شاء الله مباراة صعبة لكن الاهلي قادر بهذا الاداء اللي شفناه في مباراة فيتا كلاب وبهذه النوعية من اللعبين ان شاء الله قادرين نحن نفوذ بالمباراة استاذ محمد بمشكرك شكرا جزيلا دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الحوارية الاولى بعد الفاصل معنا النجم الكبير الكابتن طارق سليمان